نشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية الشركة الرائدة في إدارة الأصول بحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية نظم نادي كلية هارفرد للأعمال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية منتدى فكري خاص بخرجي كلية هارفرد للأعمال وانعقد المنتدى تحت عنوان المواهب المحلية وذلك بمشاركة سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء كضيف شرف في جلسة نقاشية نادرتها السيدة مريم القصير المدير الاقليمي لنادي كلية هارفرد للأعمال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البحرين ونائب الرئيسي للتمييز الاكلينيكي في تجمع الشرقية الصحية وتناول المنتدى واقع الكفاءات والمواهب وتأثره بعوامل التقدم التكنولوجي السريع والتحول نحو الطاقة النظيفة كما تطرقت إحدى الجلسات النقاشية للأثار الاقتصادية لتطور المواهب ومتطلبات تأسيس وتنمية الكفاءات ودور القطاعين العام والخاص في ذلك وتدابير التعليمية اللازمة لأعداد القوى العاملة لمتطلبات المستقبل عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين ملتقى الوساطة الأول لمركز تسوية المنازعات التجارية بغرفة البحرين وأشهد الملتقى مشاركة واسعة من كبار الشخصيات من مختلف قطاعات المملكة وخلال الملتقى تم استعراض بدائل تسوية المنازعات وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية للمساهمة في رفع مستوى الوعي في هذا المجال ولإنشاء بيات آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والحفاظ على العلاقات التجارية حسب التوجيهات التي تتبناها غرفة البحرين ومن جهته أكد السيد خالد محمد نجيب النائب الأول لرئيس غرفة البحرين على همية الوساطة كآلية بديلة لحل نزاعات التجارية ودورها في تعزيز بيات الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة وأشار السيد باسم محمد الساعي رئيس مجلس أمناء مركز تسويات المنازعات التجارية على التزام المركز بتقديم أفضل الخدمات لأصحاب الأعمال وتوفير بيات مناسبة لحل النزاعات التجارية بكفاءة وفعالية والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية أكدت جمعية مصارف البحرين أن المؤشرات المتقدمة التي حققتها مملكة البحرين في المجالين المالي والمصرفي ضمن تصنيف التنفسية العالمية الفين واربعة وعشرين الصادر عن مركز التنفسية العالمية بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية جاذبة للاستثمارات بالقطاع المالي وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السيد عدنان يوسف أن حلول مملكة البحرين في المركز التاسع عالميا ضمن المؤشر المعني بكفاءة الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للأنشطة التجارية يبرهن على قدرة وتنفسية وكفاءة البنوك البحرينية في تقديم الخدمات المختلفة للشركات وما تحظى به البحرين من أنظمة مالية ومصرفية متطورة وحرية مالية واستثمارية وتشريعات متقدمة وبيئة مواتية للأعمال ومواهب وكوادر مصرفية عالية التأهيل ومناخ تجاري داعم للاستثمارات في مختلف القطاعات ترجمة نانسي قنقر